ايه يا كريم اللي حصل امبالح ايه معلوماتكم في رقم 10 عن اللي حصل امبالح بوس يا سيدي بالتدريج كده وبالتسلسل هيبقى واضح جد اولا احمد حجازي منذ انضمامه لهذا المعسكر من اول يوم عرف وفهم ان ممكن ما يبقاش ليه دور اساسي في التشكيلة ليه انه كابتر حسام حسن قاعد معاه وقاعد مع الفريق وتحدث انه عايز مدافع بصفات معينة في هذه المباراة عشان طريقة اللعب ما قالش اسماء ما قالش هبدأ بحمد فتحي ما قالش هبدأ بحمد فتحي بس قال مواصفات المواصفات دي تنطبق على مين من وجهة نظر حسام حسن على محمد عبد المنعم وحمد فتحي انا محتاج مدافع يطلع الكرة بشكل جيد عشان عايز احط مهاجمين كتير فهيبقوا موجودين في النص التاني من الملعب فيبدأ يحرك اللعب بشكل احسن كرات طولية احسن كرات قصيرة بشكل ادق ادق فكان واضح ان حجازي فهم فهم الحكاية دي عايز مدافع يبقى عنده نسبيا سرعات عشان هبقى ضاغط بتفاعة متقدم فممكن هبقى محتاج نوعية معينة ربما غير احمد حجازي فهم اه فهم احمد حجازي طيب حصل ايه حصل ان حجازي بدأ يبقى مضغوط في المعسكر متضايق انا تاريخ انا اسمي كبير في المنتخب انا ميت مباردة ولاية مع منتخب مصر محمد عبد المنعم مش موجود فطبيعة انا هبقى اساسي لو محمد عبد المنعم موجود فطبيعة برضه هبقى اساسي فكل حاجة خلته مضغوط وقلقان انه ما يشاركش ما يشاركش ما يبقىش في القوامة قاعد عالدكة زعلان ملتزم ما عملش مشكلة يعني ما قدش مستنية لقى مش هقض عالدكة فتم استبعاده اصلا قبل ما المباراة تبدأ قال ما يصحش كده احتك بحسام حسن يعني انا عرفت في المعسكر انه العلاقة بينه وبن الكابت وحسام حسن كانت علاقة جيدة مفيش اي مشاكل مش بس حسام حسن علاقة حجازي بالجهاز الفني بالكامل كانت علاقة جيدة وكانت الامور ماشية بشكل عادي حتى لو من جواه متدايق فالراجل ما اظهرش ديء بس مضغوط طيب الضغط ده طلع بتصرف في المباراة امتى اللي حصل انه الكابتن حسام حسن وبجواره كابتن ابراهيم حسن ومعاهم الكابتن محمد عبد الواحد وقفين بيتكلموا وبيفكروا مين اللي هينزل ومين هيشترك كان الكابتن طارق سليمان المدرب العام قاعد على الدكة فقام حتى ظهر فيديو بيشاور الكابتن طارق سليمان على الساعة وبيقول مش مشكلة الوقفات العشر دقايق ربع ساعة نزله احمد حجازي فيما معناه يعني بين قوسين مش يحصل حاجة يعني ما نزل احمد حجازي ربما او في اغلب الظن نية الكابتن طارق سليمان هينية جيدة اللي هو ايه اللي هو ما نشرك احمد حجازي لعب كبير فيبقى أدام جيه من من السعوداء ومن فرقته فيلعب الجزء من المباراة ممكن تبنيته خير حجازي بقى مع الضغط اللي عنده الكبير ده حسب حزبة هو انا احمد حجازي التاريخ الكبير ده انزل كده وخلاص انزل عشان المباراة يتنادي كده مضمونة فانزل تكريم مثلا فقال ايه مش نازل